بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الذكر عقيب الصلاة الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخيرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذبنا علمه ونسوك اللهم علما نافع وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلة وتجارة لا تبور ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسجاب لها قال رحمه الله تعالى باب ذكر عقيب الصلاة بمعنى أن المصنف رحمه الله انتهى من الكلام على أحكام الصلاة وعلى مسائل الصلاة يعني حتى بلغ التسليم وبلغ التحية والتشهد إلى خيره وبعد السلام يكون الذكر عقب الصلاة ولهذا عقد هذه ترجمة في قوله باب الذكر عقب الصلاة ورد فيه أربعة حديث حديث الأول حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتوه وفي رفض ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير قبل أن نتكلم عن الذكر نكمل الحديث عن الوزر بالأمس وهو أمر مرتبط به وهو القنوة الدعاء أن المصنف لم يذكر شيئا في هذا الموضوع ويسن أن الإنسان في حينما يصلي وثره إذا ركع أو قبل ركوع أنه يأتي بدعاء القنوة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن وذل الله عنه أن يقول في دعائه اللهم هدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت وباركني في من عضتني الأخير الدعاء المعروف والدعاء القنوة سمي القنوة لأنه القنوة بمعنى الدعاء والقنوة يأتي معنا بمعنى طول القيام ومرة معنا في معقدة المصنف وقوموا الله قانتين لكن القنوة المراد به الدعاء وموطن الدعاء يكون إما قبل الركوع لا مانع يعني بعدما يفرغ من قراءته ما يقرأ وقد يقرأ قلوه الله أحد بعد الفاتحة إذا فرغ منها فإنه يقرأه فإنه يشرع في القنوة أو يركع وبعد رفعه من الركوع بعد أن يسمع الله ليحمد ربنا ورك الحم يدعو بالقنوة أو يأتي بدعاء القنوة هذا من السنة ولو أنه صلى وطرا من غير قنوة فإن الوطر كامل الوطر كامل دعاء القنوة في الوطر سنة وإذا حتى قد يكون الملازمة الدائمة أحيانا قد لا تكون مطلوبة يعني يترك في بعض الأحيان قد يكون هذا أيضا شيئا حسنا المقصود أنه يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وهو إن زاد بالمأثور وما في المأثور فالأمر في هذا واسع لنفسه ولأولادي ولأهله والمسلمين الأجمعين أحيانا وموتا إذن القنوة يكون في الوطر وليس هناك قنوة في فراعض إلا قنوة النوازل حصل نازلة أو وباء أو نحو ذلك أو حصل مثلا زيادة ابتلاءات أو أمطار أو فيضانات أو نحو ذلك أو حتى تسلط عدو ونحو ذلك فلما نعمل أن يقنط المسلمون لأن يرفع الله عنهم وبهم بحث وراء بعض العلماء من الشفعية رضي الله وعلا ورحمه الله أن القنوة في صلاة الفجر القنوة في صلاة الفجر لكن الرجح أنه لا يجرع لكن الخلاف فيه قوي الخلاف فيه قضاء من الشفعي والملكية لكنك لو صليت خلف إمام يقنط فإنك تقنط معه لو صليت خلف إمام يقنط فإنك تقنط معه وترفع يدك وتؤمن على الدعاء لأن الخلاف في المسألة قوي جدا هذا فيما سألق بالقنوة ولم يكره المصنف بالأمس لأن المصنف كما تعلمون هو مقتصر في كتابه على الأحاديث التي في الصحيحين فقط قد رحمه الله باب الذكر عقيبة الصلاة بمعنى أن المسلم إذا فرغ من صلاته وسلم فإنه يسرع له أن يأتي بالذكر وسوف يريد أن يأتي الشيخ في المصنف ببعض الأحاديث التي بعض الأدعية التي وردت في عقيبة الصلاة وسلت عليها إن شاء الله بالمقصود أن الذكر بعد الصلاة كما ذكر العلماء له فوائد وحكم عظيم منها أنه دعاء واستغفار وتمجيد الله عز وجل وهو يشعر بنوع من الشكر والنعمة أن الله عز وجل أنا مع عليك فأديت هذه الفريضة وجعلك من مقيم الصلاة ومن عليك بهذا فأنت إذا فرغ الصلاة تأتي بهذه الأذكار هي لا شك أنها تتضمن الثناء على الله وذكره وتمجيده وتسبيحه سبحانه وتعالى مما يشعر أن العبد يشكف ربه على هذه أنعمة العظيمة أن جعلها مسلمة وأن جعلها مصلية وأن عانه على أداء الصلاة كذلك قالوا من الحكم أيضا إظهار العجز والتقصير بمعنى أنك صليت وأنت تعلم وأنك ضعيف وأنك يحصل في الصلاة ما يحصل من غفلة أو سهو أو نقص أو تقصير فأنت تأتي بأكار جبرا تجبر ما فيها من ضعف وفيها من تقصير فالدعاء بعد الذكر والحص عليه هذا لعله أن يرقع النقص الذي حصل في الصلاة فهو ترقيع للخلل الواقع بين المسلم وكلنا كذلك كلنا كذلك الغفلة والسهو وكما يقال السرحان والإثيان بأحيانا حتى بالذكار أو بالصلاة نقص في ركوعها أو سجودها أو في أذكارها أو في قرعات هذا من شأن البشر فشريع الذكر عقيم الصلاة من أجل أن يسد هذا الخلل كذلك أيضا دبر الصلاة سواء كان في آخرها أو بعدها هذا من مواطن إجابة الدعاء من مواطن إجابة الدعاء فأنت حينما تدعو الله بعد الصلاة يرجى إجابة الدعاء والذكر وثنع وثنع الله عز وجل فهذا كله يعني يعني مما تستشعره أنت وأنت تتبه هذه الأذكار فأنت شاكر ومعتنهم بالتقصير وترجو إجابة الدعاء كذلك أيضا هو دليل كذلك على الرغبة في العمل أنت حينما فرقت من الصلاة يعني كانك تقول أن الحمد لله لم أنتهي وإنما أنا أحب أن أداوم معنا الطاعة ومن المداومة من الطاعة أن تأتي بالذكار بعد الصلاة بمعنى ولهذا يستحسن أن الإنسان إذا سلم لا يستعجل في القيامة والإنصراف إلا إذا كان له سبب أو بعث قد يكون عنده أولاد أو عنده مريض أو عنده أب كبير في السنة أو أم كبير السن يحتاج إلى يعني يتعاهدها هذا شيء آخر لكن الأصل ينبغي الإنسان أنه لا يتعجل بعدما يفرم صلحاته وإنما يطمئن ويكون الله عز وجل ولهذا الذكر ويتام به والجوز من أجله دليل على رغبة المسلم في أنه يداهم على الطع هذه من الأشياء الحكم التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالأذكار بعد الصلاة وسيت إن شاء الله الأذكار التي ذكرها المصنف وسوف نتكلم عليها في حكمها كذلك إن شاء الله قال رحمه الله أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أن المصنف هنا أورد هذا الحديث ليشير إلى أن من السنة أن ترفع صوتك بالذكر بعد الصلاة بأن تقول أستغفق الله أستغفق الله أستغفق الله كما سيتمعنا في الأحاديث سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله وترفع صوتك هذا أن ينصرف الناس من المكتوبة من الفريضة كان على عهد رسول الله صلى الله وعلى الله والعلم يقول أن هذه الصيغة هي تدل من صيغة الرفع بمعنى أن هذا مرفوع للنبي صلى الله وأنه في حكم المرفوع فبمعنى أن ابن عرس يقول كنا على عهد النبي صلى الله إذا سلم المسلمون رفعوا صوتهم بالذكر وفي لفظ قال العباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته بمعنى أعلم أن المسلمين سلموا حينما أسمع تكبيرهم بالذكر بما يدل أنهم يرفعون أصواتهم بحيث أن البعيد يسمع ذكرهم ويدرك أنهم قد فرغوا من الصلاة لأن معلوم أنهم في التشاهد صامتون إن أذكارهم سرية في التشاهد أذكر سري يقرؤون التحيات ويقرؤون الصلاوات ويقرؤون التشاهد إلى آخرهم فإذا ما سلموا وبدوا بالتسبيح والتهليل رفعوا أصواتهم هذا معنى ابن عباس وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير بمعنى نقول الله كره الله الله أكبر والله الحم تكبير بمعنى التكبير الذي يأتي في الذكر الذي بعد الصلاة إذن هذا هو الدنيل على الحديث روح الصوت بالذكر هذا قال به الإمام وقال به بعض أهل الحديث أما الجمهور يقول لا أنه بعد ذلك يكون سرا وهذا الحديث يدل على أنه بمعنى يدل على المشروعية أو يدل على لكن لا لأن الحديث أخرى أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنك لا تدعون أصم ولا غائبة ففي حديث تدل على الإنسان في الدعاء وفي الذكر أنه يخفى صوته على كل حل الأمر واسع لكن أن الشيخ أورد هذا الاستدلال على مشروعية رفع الصوت بالدعاء ثم إن ابن عباس هنا حينما قال كنت أعلم إذا صرف أو قولهما كنا نعرف إلى آخره قالوا إما إن ابن عباس لم يصلي لأنه صغير كان صغير فكان أسمعهم وهو خرج المسجد أو أنه كان في أخر الصفوف والنبي يصلي الصفر ولا يسمع لا يسمع من السلام النبي يصلي ولا ما يعرف الإنقضاء إلا حينما تكبر الصفر الأولى يكبرون الصفر الأولى فيسمع فيسلمون فإذا فإذا احتمال أن ابن عباس كان صغير ولم يصلي مع الجماعة وقالكم خرج المسجد لكنه يدرك أنه انتهى وحينما يسمع الذكر بعد الصفر مرفوع أو أنه يصلي بالصفر الخلفية والذي في الخلف لا يسمعون انقضاء الصلاة إلا حينما يكبر أصحاب الصفوف الأولى يسبحون ويكبر الله عقب الصلاة فيدركون أن الصلاة قد انتهت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من الصلاة إذن احتمالا أحدهما أنه لم يصلي لصغره وإنما سمعهم من الخارج أو أنه صلى معهم لكنه في الصهوف الأخيرة نعم الحديث الثاني عن مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أم لا علي المغيرة بن شعبة من كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاج مكتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بها بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكسلت السؤال وكان ينهى عن أقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات هذا الحديث هذا الحديث الثاني حديث الذكر عقبة الصلاة قال عن وراد مولى المغيرة مشعبة قال أملى علي المغيرة مشعبة من كتاب إلى معاوية رضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبا إلى آخره الواقع أن معاوية طلب من المغيرة طبعا المغيرة كان واليا له على الكوفة معاوية كان خليفة طبعا في دمشق كان هو خليفة وهو مؤسسة الدولة الأموية رضا الله عنه فولى المغيرة على الكوفة واليا له حاكما يعني فكتب له أن يملع يعني عما سمعه من الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فالذي بدأ بالطلب معاوية الذي بدأ بالطلب معاوية حرص منه رضا الله عنه على السنة حرص منه رضي الله عنه على السنة فكتب معاوية فكتب المغيرة بشعبة إلى معاوية بناء على طلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله لله وحده لا تريك لا له مكور الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعنت ولا ينفع الجد منك الجد إلى آخره هذا هو الذكر فقوله كان يقول في دبر كل صلاة دبر تضبط بضم الدال وضم الباء دبر وأيضا بإسكان الباء دبر ودبر الشيء إما أن يكون آخره المتصل به أو أن يكون الذي يعقوبه فيطلق الدبر على الجزء المتصل ويطلق على الذي بعده وإن لم يكن متصلا به وهنا المراد الثاني معانا أنه يكون بعد الفراغ من الصلاة ولهذا في قوله في وصفة النبي المعاد في دبر أن تقول اللهم أعني على ذكر وشكرك اختلف علماء هل يقولها في الصلاة أو يقولها بعد الصلاة لأن الدبر تطلق على كما قلنا آخر الشيء أو الذي يليه وهو خارج منه منفصل عنه هنا معروف بمعنى المفصل عنه دبر بمعنى عقب دبر هنا بمعنى عقب كان يقول في دبري كل صلاة مكتوبة بمعنى فريضة بمعنى وتوحيد والتوحيد يا أخواني والحرص على أن يستصحب العبد التوحيد وإعلان التوحيد لله وإفراد بالعبادة والحرص هذا من أعظم أنواع الذكر ومن أعظم أنواع العبادة أن تتعبد الله بتوحيده وتتعبد الله بالثناء عليه فهذه كلمة التوحيد لا إله لله وحده لا سريك له له الملك وله الحمد وهو على كلها توحيد وثناء وبيان لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هنا توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية فالألوهية لا إله لله وحده لا سريك له الملك والحمد هذه التوحيد ربوبية فتقول في الذكر بعد الصلاة تقول للنجاة في حالة غير هذه تقول أستغفظ الله أستغفظ الله ثلاثا وتقول اللهم عندي السلام تباركت يا ذا الجلالي وكرا وأيضا تلاحظون كل تبجيد أول استغفار طبعا بمعنى كما قلنا قبل قليل حينما تبدأ وحالة ما تسلم أستغفظ الله كانت تستغفر من النقص الذي حصل منك والإنسان مهما كان ناقص ومهما كان مقصر ومهما كان لا يستطيع أن يأتي بشيء على كماله وكل ابن آدم خطأ ولكن فأنت حالة ما تفرغ من الصلاة تقول أستغفظ الله تستغفظ الله ثلاثا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فتقول أستغفظ الله أستغفظ الله أستغفظ الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام لأنك السلام تقول السلام عليك وحمد الله أنت تباركت يا ذا الجالي وكلا أنت إثنى على الله عز وجل ثم تقول لا إلهي لله وحده لا سيكله حتى لو قلت يحي يوميك أيضا وارد أو حتى بيدك الخير كذلك وارد أو بيده الخير وهو على كل شيء كل هذا وارد لا إلهي لله وحده لا سيكله الله الموقع والحمد وهو على كل شيء قدير معلوم أن هذا كما قلنا توحيد وإعلان التوحيد وكما قلنا ينبغي دائما أن العبد يستصحب توحيده لله وأنه لا يعبد إلى الله ولا توكي إلا على الله ويتبرأ من كل شيء غير الله سبحانه وتعالى بمعنى أن توكله وخوفه ورجاءه وأمله واعتماده كله على الله عز وجل هذا هو تحقيق التوحيد ولا تتعلق بغير الله أبدا لا في رزقك ولا في وظيفتك ولا في صلاحك ولا صلاح أولادك ولا صلاح شانك ولا صلاح عالك كله تعتمد فيه على الله وحده هذا هو تحقيق التوحيد فلا تتعلق على أولياء ولا على أموات ولا على أضرحة وإني مع الله وحده فأنت تقول لا إله إلا الله وحده لا تريك له دهمكم الحمد وهو على كل شيء غير ثم تقول اللهم لا مانع لما أعطيت أيضا هذا غاية الثانية على الله عز وجل وغاية التوحيد وغاية الاعتماد وغاية الإقرار بحاجتك لله عز وجل وبعجزك أيضا فتقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت معنى كل شيء في هذا الكون وفي هذا العالم كله منك ما كان عطاء وما كان منعا فما أعطاه الله لا يستطيع أحد أن يمنعه وما منعه الله لا يستطيع أحدا أبدا أن يعطيه فأنت تقول توحيدا وإخلاصا وصدقا ويقينا لا مانع تخاطب ربك اللهم لا مانع لما أعطيت فمن يعني أعطيته لا يستطيع أحدا أن يمنعه ولا معطي لمماته لمماته ولا أحد يستطيع أن يعطيه سواء المعطى الشخص أو الشيء المعطى يعني ما حيانا أن تستعمل للعاقل بغير العاقل لا مانع مع أنه يبدو يعني كما قلت على عرابا أنه لا مانعا الليلة ليست هنا في الجزء لا مانعا لكن عقل الله لا توجيه وجه النحا لا يحضرني لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد الحظ يعني الذي له حظ لا ينفعه حظه أو الجد الغناء صاحب الغناء لا ينفعه غناء إذا لم ينفعه الله عز وجل وإذا لم يهيئ الله عز وجل أن ينتفع بما عنده من مال أو من حظ أو من جاه إلى آخره إذن هذا كله يعني حينما تستشعر حقيقة يعني هذا الذكر ومناسبته وأنت فرقت من الصلاة والصلاة العادة الإنسان إذا خرج من الصلاة يذب إلى أين يذب إلى معاشه عز وجل يقول فإذا قضيه الصلاة فانتجروا في عرض وابتغوا من فضيل الله فالعادة الإنسان إذا انتهى وخاصة الصلاة يذب إلى عمله إلى دكانه إلى وظيفته إلى سوقه إلى النوع العمل فيه فأنت حينما تفرغ من الصلاة وتتعبد العز وجل بهذه الصلاة العظيمة وتأتي بها الذكر وتقول إنه لا مانع لما عطيت ولا مظلمات ولا ينفع إذا تذهب وأنت متوكل وأنت محتمل ولهذا قلنا لكم ينبغي المسلم دائما أن يستصحب التوحيد يستصحب التوحيد فأنت حينما تفرغ من الصلاة تذهب إلى سوقك أو إلى عملك تذهب وأنت معتمل على العز وجل لا على وظيفتك وعلى منصبك وعلى مركزك الوظيف ولا على مركزك المال لا مانع لما عطيت ولا ينفع للجد بك الجد بمعنى صاحب المال أو صاحب الحظ لا ينفعه حظه إذا لم ينفعه الله فهذا مناسب جدا للإنسان حينما يفرغ السلام ويذهب إلى أشغاله إذن هذا هو الذي كتبه المغيرة إلى معاوية ثم قال المغيرة ثم وفدت بعد على معاوية يعني ذهب إليه في المشق ذهب إليه من انتقى من الكوفة يعني قال يكون ذهب يسلم أو ذهب دعاه أو لأي غرض فسمعته يأمر الناس بذلك بمعنى وهذا يدل على أحسر الصحابة يدل على أن الصحابة إذا بلغتهم السنة عاملوا بها ونشروها وهكذا ينبغي كل مسلم مطالب علم أنه إذا سمع سنة أن يعمل بها وأن ينشرها وهو يقول فثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك بمعنى أنه أخذ بها والتزم بها ونشره وهو أني شكتبه الخليفة طبعا وفي لفظ أيضا أضاف إليها كان ينهى عن قيلة وقال وإضاعة المال وكثرت السؤال وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع النوحات أي هذه إضافات لما كتبه المغيرة لمعاوية كان ينهى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيلة وقال ضبط قيلة وضبط قيل طيب قيلة بمعنى على الحكاية ما هي فعل ما لم يسمى فاعله مبنى على ما لم يسمى فاعله قيلة من قيلة قال قال وقيلة فتكون على ما لم يسمى فاعله اللي هو مبنى المجهول ولهذا العلمة يقول لنا أنه عدد علمان نحو وآدبا أن تقول ما لم يسمى فاعله آدبا أن تقول ما لم يسمى فاعله آدبا أن تقول ما بني على المجهول لأنه خاصا مثلا لو قلت قتل قتل الإنسان ما أكفره هذا ما بني ما لم يسمى فاعله قتل بعنى العين اللعنة والله عز وجل فحينما حينما تعريب لا تقوم مبلعا مجهول الله معلو لكن حينما تقول لا ما لم يسمى فاعله ألطف وآدب كل هذا بمعنى أن الفاعل لم يذكر وإنما بني على بحيث يذكر أن يحل محله المفعول من حيث العراب لكنه من حيث يفعل لا باقي هذا قيل أو قيل مصدر إذا قيل قيل فهو بمعنى قول ولهذا في سورة الزخم في آخرين وقيله يا رب يعني وقوله قيل بمعنى قول فتضبط كان هنا عن قيل أو كان هنا عن قيل إذا قلنا أنها حكاية الفعل فتكون قيل وإذا قلنا مصدر تكون قيل فكان هنا عن قيل وقع يعني عن كثر الكلام وهذا حقيقة يعني من أعظم الأداب من أعظم الأداب أن يقلل لإنسان الكلام لا يقول ولا يقله ولا ينقل ولعلكم في وقتنا الحاضر أدركتهم يعني آثار الذي يطلق لسانه أو يطلق قلمه أو يطلق مع ما ابتلنا به من أدوات التواصل فيها كلام وفيها يعني حشو وفيها يعني أشياء وقع فيها وولغ فيها من ولغ ضروا أنفسهم وضروا غيرهم لماذا؟ كل قيل وقال فرسول الله لم نهى عن قيل وقال إنما قل قولا فيما ينفع أم معروف أو أنه عن منكر أو نصيحة أو يعني تعديب أو ذكر أو إلى خيره مما ينفع أو أما أن تتكلم في كل مجال وتدلدلك بكل مكان هذا يدل على على حمق حقيقة وعلى الإنسان لا يعرف وقته ولا يعني يحفظ نفسه ولا يعلم أنه مسؤول عن كل كلمة يقولها ولهذا النهى عن قيل وقال يعني كثل الكلام وإضاءة المال المال حقيقة يعني لا أحب أن ننطل كثيرا ولا ينبغي اللي طال في الكلام عن المال المال في الإسلام له مزل عظيمة المال في الإسلام له مزل عظيمة الله عزيزة يأتي بالسياق يأتي بالسياق الامتنان المال ويرزقنا وليس المال والبنون زينة الحياة الدنيا طبعا هذا مقام امتنان ليس مدمة هذا مقام امتنان شعر المال والبنين لا شكل لها من أعظم ما يعني يتمتع به العبد من لله ونعمه المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالمال له مقام عظيم ولا تقوم الدنيا بمال ولا يقوم الناس ولا الأسر ولا الدول وهذا السنة الله عز وجل ولهذا نهل يسا من إضافة المال أبدا بل حتى السفية يحجر عليه السفية عنده مال ولا يحجر تصرفه يحجر عليه القاضي يحجر عليه بمعنى يمنعه تصرف ويجعل عليه وليا يتولى ما له ويحفظه له ويصرف عليه منه وكذلك الصبي والصغار فكل من لا يحسن تصرف المال يحفظ ماله ولا يؤذى له تصرف فيه من يدل على العظم مزيد المال على كل المال فيها يطول ويحفظه تأمل القرآن كم ذكر المال وليس كله عن سبيل الذنب لا ذكر من يبتن الله به ويرزق من الله سبحانه وتعالى ويرزق بالإنفاق إلى آخره يعني المال يعني ذكره القرآن فيه مهم بل لا يكاد سورة تخلو من أبدا حتى قصر السور أرأت الذي يكذب ويمنع من المعون هذا من المال لكن في هذا يطول على كل حال وإضاءة المال وكتت السؤال السؤال هنا إما سؤال العلم أو سؤال المال وكلها واردة ممنوع يعني خاصة أسئلة العلم لا ينبغي أن يسأل إلا إذا كان جاهلا أما السؤال خاصة يعني مما ينبغي من أداب طلب العلم أن لا يسأل الشيخ أسئلة فيها قلة أداب بمعنى أنه يريد أن يختبر الشيخ أو يريد أن يقارن بالشيخ يسأل السؤال هنا ويسأل الشيخ يقولون هذا مقلة في الأدب ومقلة التوفيق بل قد يعني فعلا يحرم الإنسان من العلم النافع إذا كان بهذه الروح فكثت السؤال العلمي الذي في مكانه لا إذا كان مذاكرة مذاكرة الشيخ مع طلابه لا شك يسألهم ويسألونه من باب المذاكرة لا يشكال فيه أو تسأل بالعلم لا يشكال فيه بل مطلوب هذا هذا مطلوب ولا ينال العلم إلا بكثرة السؤال ولهذا حينما قيل ابن عباس ببانيلت هذا العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول فالسؤال العلمي لا يشكال فيه إن منوع السؤال الذي يكون فيه إما تعالم وإما أقلة أدب مع الشيخ ومع الشيوخ هذا هو مقصود أو كذا السؤال للمال المال سأل لا يسأل من حاجة ولا ينبغي يسأل أبدا وكلما تعففه أحسن وهذا معنا نهى عن كثرة السؤال وكان ينهي عن عقوق الأمهات طبعا الأمهات لا يشكال العقوق الوالدين جميعا لكن الأم لكثرت لعظم حقها وإلا العقوق ممنوح للأب والأم والعق لا يدخل الجنة عقل أو قاط رحم فالخطير ومن كبار الذنوب ولكن في حق الأم يشد باعتبر أن حقها أهضم وواد البنات وواد البنات أيضا هذا قيل إن العرب ولكن حقيقة ترى العرب ليس الظاهر عندهم لا يدخل إلا قليلا جدا يعني إما حين الأرب أو أنه أشخاص ولهذا يروى أن أول من فعله قالوا أنه قيس بن عاصم التنميم من قبل ما يدل عنه شيء قريب يعني في القديم ما كان موجود قيس بن عاصم من تميم قبل أن يسلم يعني أنه أوسرت له بنت أوسرت له بنت فلما تصالح طبعا طلب بنته قال البنت قالت لا أنا أبقى عند الأسئل فغضب جدا فآد عن نفسه لم يجي بنت يدفن ويحيا غضب من ابن قيل قيل هذا على كل حال مهما كان الوأد في البناء لا شك أنه موجود لكنه قليل قليل من جدا وإذا المؤودة سئلة لكنه ليس ظاهرة عند العرب وإنما قد يكون بعض الأحياء أو بعض المناعة تقل لكنه قليل لكنه وقيل وإذا كان أول من قال هو قسو العصب وهو في قبيل يعني في أوائل عهد الإسلام يدل على أنه فيما قبل غير موجود مما يدل على الأقلة هذا مهما كان يبقى شنيع الوأد شنيع أن تدفى البنية والبنت ويحيا بل حتى التفرق بين البنية وبنية هذا أيضا عامل جاهري وإنما الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهذه العطية من الله عز وجل هو الذي يعطي البنين والبنات فالأم الزوجة لا دخل فيها والأب لا دخل فيه وإنما الله عز وجل هو الذي يقدر البنين والبنات ومنع وهات أو ومنع وهات ومنع بمعن أيضا كذلك مثل أعطاء بمعنى أنه كما كنا في موضوع عن إضعى ثلمان وكان سؤال هي من بابها والله علم صلى الله على محمد وإنك في بعض يعني فوايد الحديث يعني لا من نذكرها وهي لطلبة العلم منها كما قلنا إن مسارات الصحابة العم بالسنة إذا بلغتهم ومنها قبول خبر الوحد وهذا مسألة علمية وهو قبول خبر الوحد يعني بعض العلماء يقول لا لا يقوى إلا إذا كان خبر متواتر أو خبر يفيد القاطع خبر وإن خبر قالوا إن لا يدل عليه وليس خبر الوحد لا يتصور لأن لا تقوم الدنيا بخبر الوحد ليس كل الأمور تصل للناس بطريق القاطع أبدا خبر ورسول كان يوسل الرسل والمندوبين وهم واحد ومع هذا يبلغون عن النبي صلى الله وكلام في هذا يطول وكذا قال من فؤيدي العمل بالخط طبعا لأنه كتب المغيرة كتب المعاوية فمعاوية عمل بالخط بمعنى أنه اعتمده والله علم صلى الله على محمد وعلي وصحابه وسلم ترجمة نانسي قنقر